لا لا نعتبرش روحي أنجح ثم ناس نشعتهم هزتش القاب هو كتحافظ أنت على الترجي وعلى صمعة الترجي وتنمي فيها معناها تكوين وتنمي فيها البنية التحتية هذا يعتبر نجاح نتائج تمشي وجي فبالتالي أنا أعتبر دائما أفضل الرئيس في الترجي هو الرئيس اللي يخدم أحنا كنا في التاريخ طو حمد المدب هو اللي قاعد ما شيرنا في الجامعية هو أفضل الرئيس غدوة مغنود بن مسياسي ستين كون أخصر أقيد شل ترج والله لا وراسك معناها صدقني يعني شيرل يزويتن اللي يرحمه هزل قبل أثنين 36 سناء نعتبره شيرل يزويتن منجحش شخصية الترجي متأتية من اسم شيرل يزويتن اللي يكونوا الترجي الحل ماذا اللي عايشين وإحنا ما زوش القاب شو نعتبرهم هم أنجح رؤساها إذا تحب نلوجه شكون أكثر هم أنجح رؤساها لكن نقول لك أنا دائما الرئيس اللي قاعد يختم طوى هو أفضل رئيس يعني نهارت لي يمشي حمد المدب الرئيس اللي بعده بشكون أفضل رئيس واللي يمشي اللي بعد حمد اللي بجيه بعده هو أفضل رئيس ديما الراجل الراجل لأمنا هو أبونا لا 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 بعيدة نارني على الديبلوماسية بعيد برشة 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 هذا الواقع وهذا اللي يزموا يفهموا جمهور ترجي بش ما عايش يحتج بش ما عايش يسم المسؤولين وقت اللي انتيجة تغيب